وهبدأ كلامي يعني من عند اعتداءات اردوغان سلطان الخرفان على العراق الحامل ملاحظ ان انتهاكات اردوغان تجاه الشمال العراقي هو انتهاك الحقيقة للسيادة الدولية لانه ينتهك سيادة الدولة وبيخالف الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات حصن الجوار اللي هي بتنص على عدم تدخل دولة في شؤون دولة تانية ورغم استدعاء سفير النظام التركي المستعمر استدعوه في العراق الان انتهاكات مستمرة وده اللي خلى رئيس الجمهورية النهاردة العراقي بيطالب تاني بوقف هذه الانتهاكات والحقيقة المفترض انا بقول الحقيقة يعني المفترض ان الحكومة العراقية تتقدم بشكوى المجلس الامن زي يعني ما احنا يعني تقدمنا في مشكلة سد النهضة لمجلس الامن يتقدموا بشكوى لمجلس الامن ضد اعتداءات سلطان الخلفان يا جماعة ضد هذه الانتهاكات ده يعني سيادة دولة العراق تنتهك تركيا كانت بتزعم او بتجذب وبتقول الكذاب اردوغان الكذاب اردوغان بيقول ان عملية مخلة بالنصر اللي بيعملها دي كانت لقتل الارهابيين لكن الحقيقة بتقول غير كده اه لان فيه مدنيين سقطوا فيه هذه في هذا الهجوم اللي بيترقب يعني بيتكرر من وقت للتاني على الشمال العراقي وكله تحت شعار مكافحة الارهاب او غيره اعتقد ان الحكومة العراقية يعني هتستجيب لطلب حزب الاتحاد الكردس تاني واتقوم بردع هذا التدخل التركي السافر اللي بيستبيح سيادة دولة عربية ويتدخل في شؤون دولة العراق والحياة كل ده لن يتوقف الا بتقديم شكوى ضد اردوغان لمجلس الامن دي نصيحة لاخواننا في العراق وده طلب كمان حزب الاتحاد الكردستاني العراقي لحكمته من ابرز كمان ما شاهدنا في هذا الاسبوع الموقف الفرنسي تجاه تصرفات اردوغان الاستعمارية بليبيا هو راجل مستعمر هو راجل مستعمر وارس الجينات الاستعمارية لاجداده العثمانيين نهر ده تقرير صحفي فرنسي بيطرح سؤال مهم بيقول هل يكون التدخل التركي في ليبيا سببا في طرد تركيا من حلف الناتو تقرير الصحفي الفرنسي تناول ايضا تصاعد الدور التركي الدور التركي في ليبيا بعد التدخل العسكري المباشر بالسلاح وبالمقاتلين من المرتزقة تقرير قال ان ده اصبح يمثل لفرنسا مصدر قلق مصدر قلق كبير وفرنسا بتدعو حلف شمال او تدعو حلف شمال الاطلسي لاتخيز اجراءات بشأن تركيا قد تصل دي معلومات مهمة يا جماعة اللي انا بقولها ركزوا فيها عشان اللي عاديين يطبلوا لسلطان الخرفان اردوغان يفهموا فرنسا هتدعو حلف شمال الاطلسي انه يتخذ اجراءات بشأن تركيا قد تصل هذه الاجراءات لحد طارد تركيا من حلف شمال الاطلنطي زي ما بيقولوا عنه قبل ما نكمل التقرير الفرنسي تعالوا نشوف فيديو مهم بيوضح الحقائق والموقف الليبي عامل ازاي بالزبط على الارض يعني يلا يا جماعة كده هتولنا هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر